يا بشواندس محمد ماذا حدث في سوق العقارات خلاها ترتفع هذا الارتفاع المذهل بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا عايز أقول لحضرك حاجة الأسعار اللي أنت بتسمعها دي المئة مليون والمئة وخمسين مليون وكلام ده دي في حتة معينة وناس معينة في الساحل وهي الفلات اللي على البحر فده مش معيار ولا مقياس خلينا هو مش معيار ولكن مؤشر خلينا دي بتتبع بكام 20 مليون بقى 30 مليون بقى 50 مليون راح تضربة أستاذ خيري خلينا بس نفس ما بين حاجة دي طيب ما بين حد لي اسمه معين ووضعه معين بيبيع بطرق معين انت اللي بيبيع المتر بمئة وخمسين ومتين ألف جنيه لو رحت الناحية من التانية من الطريق أو الحاجات القديمة هتلاقي المتر باربعين وبخمسين ألف جنيه ده برضو كتير ما أنا هقول لحضرك بس ده كانت الشقة كلها بتتبع بمئة ألف جنيه ماهو كان ده أنا بشتر على الرصيف ده أنا بشتر على الرصيف أولا السعر الشقة ده مثلا في القاهرة الجديدة العمارات الانديفيدول المتر بيتباع أفريش حوالي خمسة وعشرين ألف جنيه لو انت راح تشتري عمارات مش في كومبوند لو انت راح كومبوند هتلاقي المتر يبدأ من خمسين ألف جنيه أول حاجة ان المتر بخمسين ألف جنيه ده هو السعر ده غير حقيقي يعني ايه غير حقيقي لان بياخدوا منه خمسة في المئة مؤدم والبيع على سبع تمن سنين تمام فالقيمة الحقيقية لرقم خمسين ألف جنيه تعادل خمسة وعشرين ألف يعني بريزن فاليو بي حاجة اسمها بريزن فاليو القيمة الحالية فالخمسة وعشرين ألف جنيه دول هم دول القيمة الحقيقية مش الخمسين ألف تعال اقول للعميل انا ممكن اديك الحاجة بخمسة ألف ما اواخد الفلوس من البنك مفيش بنوك بتدي البنك بقى تكلفته علي جدا البنك النهاردة علشان وصلت لتلاتين في المئة فالبنك بقى مقفول مقفول يعني محدش يقدر يهوى بناحية البنك ليه؟ لان النهاردة بيدي كوردور برس 3% أو 2% بقت الفلوس مكلفة جدا عشان كده الشركات تقولك لو بتلات سنين هتدفع مبلغ كذا لو بست سنين هتدفع كذا بدأ يعملوا فوائد ما كانتش فوائد تعال بقى المطور إذا كانت ناس فاكر المطور ان هو بيحقق هذه الأرباح العيلة لا المطور هو الحلقة الأضعف في هذا الموضوع لان النهاردة المطور في التاريخ كله اللي فات جات كورونا المطور ده تحمل ألام كتير جدا بايع شواء بـ 7000 جنيه متر وبـ 10,000 جنيه متر والنهاردة التكلفة بتاعتها 25-30 ألف جنيه نعم ولتأخر في البناء ما تأخرش في البناء ما فيه ناس سنة 16 و17 خدت ويسا ما سلمتش انت سيبك من الحالات الخاصة جدا خلينا في المطورين اللي هوا الملتزمين المحترمين طيب هناك اتفاق ضمني ضمني كده بين الطرف العميل وبين المطور ان هو هيطفع بالقصة بالراحة والمطور هيبلي بالراحة اما هو المطور ده مش مستثمر المطور ده معهوش فلوس كتير يبني فهو بياخد بيعمل كشف له مع العميل تعالى بقى النهاردة لما تيجي تعرض على العميل تقول له يا عم انا مستعدة ابيع لك المتر وملكش دعم تضخم هنحسي بيك قيمة الحالية بس لو الحديد زاد تدفع الفرق يقول لك لأ العميل بيلعب على قصة ان الحاجة كده كده بتغلى فهو لما ياخد منك سعر ويسبت سعر هو الكسبان يعني كل اللي اتبعه في سوق العقارة في الثلاثين فاته الكسبان الوحيد هو العميل انت بتكلمني على الاستثمار دلوقتي مش السكن ما كله سكن لأ هو بص اقول لك حاجة هو الاستثمار ده ما هو واحد بييجي يسكن النهاردة يشتري النهاردة عشان يسكن فهام وفيه واحد تاني بيستثمر بس في جميع الاحوال ده احتياج سواء المستثمر ده احتياج او السكن احتياج فانحنا بس عشان نفرق ازاي نحل المشكلة او ليه اللي بيحصل ده لا افهم المشكلة الاول قبل ما ينفكر في حالها المشكلة التضخم التضخم اللي هو لا بايد الدولة ولا بايد المواطن ولا بايد المطور تدخم حصل ان انت بقيت الحديد احنا فيه مشروعات كنا بديين من اربع سنين الطن كان بعشرة اهلاف جنيه وصل اتنين وستين الف انت حضرك بتقول الخافض هو الارتفاع ده لما ارتفع هو ارتفع شهرين فما يبقاش هو كل حاجة تيرجع بس فيه حاجات تانية انت بتقول كل المنتجات مصرية لا مش كل المنتجات مصرية الحديد الحديد بالعكس الاستراد عمل ازمة عمل ازمة ليه والحديد تسعين في المية من المنتج بتاعه بلد مستورة وادوات كتيرة واسلك الكهرباء كل كل في نسبك بي فاعتقد نمك الفترة الجاية دي يكون فيه تحول كبير جدا فيه موضوع المنتج المصري اللي هو يقدر يغطي انما العقار اللي عايز يستثمر في العقار هو النهاردة هو الامن هو كذا هدى واحد شرع عقار وتمنه رجع الورا بالعكس ده بيتضعف بس تعالى بيها الحرفية بقى لما تيجي تشتري انت مثلا لما تيجي تشتري عربية هل تشتري عربية نادرة جدا بل هاي شخصة غير هنا لا انت ما تيجي تشتري عقار برضو اشتري عقار بمساحة صغيرة بمساحة مميزة موقع مميز من مطور معروف لها إدارة ولها صيانة هتعرف تبيع بعد كده